اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعتبرها كانت تجربة ايجابية في علاقة بمدى انت رغبتك في انك تنفع وتنخرط في الشأن العام السياسي الحادث نعم بداية انا قلت سابقا لان اساس الانتماء الى هذه المبادرة لينتصر الشعب ليس الانخراط السابق في الهيئة الاستشارية وان كان هذا جانب من حياتنا ومن الالتزامات التي قمنا بها والى جانب هذا ايضا ثمت على الاقل خمسة اشخاص من المبادرين كانوا ضمن هذه الهيئة الاستشارية لكتابة الدستور هذا توضيح اول جانب ثانا حتى اجيبك مباشرة انا اعتقد ان تلك التجربة اتت اكلها بالقدر المرضي جدا بالنسبة لي وبعجالة يعني ثمت جانب من الدستور هو احبابنا امكرهنا بالاسلوب والعبارة والفكرة والصياغة بطبيعة الحال هو رئيس الجمهورية يعبر على الرئيس الجمهورية على الاقل ثلث الدستور ثم جانب ثانا كما تعرفين يتعلق بالمبادئ الكبرى العامة والكبرى على قلب بين الولانين الكبار كما هو متعارف عليه هذه افكار عامة افكار كونية مبادئ كبرى لم يتم لا التخلي عنها ولا تغييرها تغييرا كبيرا ويبقى الجزء الثالث الجزء الثالث انا اعتقد انه فيه جزء كبير مرتبط بتطلعات التونسيين لان الامر بدأ بمسار هذه الثورة والعناوين الكبرى الشعارات الكبرى نجد ذلك حتى في الديباجة من اول سطر حتى اخر سطر في الدستور نجد هذه الروح وفضلا عن ذلك بعض الافكار التي طالبت بها او ناقشتها الهيئة الاستشارية ووجدنا اغلبها موجود كما قلت من البداية الى النهاية اذا عندما نتحدث على الاقل عن ثلث المبادئ او المواد الدستورية الواردة في هذا الدستور وهي من دماغ مشترك او من عقل مشترك دماغا مشترك خاطر يقال انه الدستور اللي تكتب للجمهورية الجديدة هو نتاج دماغ رئيس الجمهورية انا كنت مجاوب فيك هذا غير صحيح ايه فيش مثلا تسلح مثلا المجلس الدستوري لا اي مدى يشبه لك انت سلح الديودي انا انا قلت لك على الاقل في مثلا المستوى الاقتصادي والاجتماعي ثم ما لا يقل عن 17 مادة دستورية اكثر هو في الحقيقة تعبر ليس عني فقط وانما عن افكار وردت عند عموم التونسيين تتعلق بالصحة والتعليم والنقل والثقافة والبيئة وتتعلق بتمكين الشباب من اليات القانونية والمادية حتى يدخلوا في الحياة العامة وينفذوا الى انخراطهم او مشاريعهم او خلق الثروة الى اخره هذه امور مهمة ومهمة جدا انا كتبت عنها نص تفصيلي في هذا الموضوع الاقتصادي والاجتماعي ثم ايضا الجانب الذي يتعلق بفلسفة الدستور وهو الجانب الذي يقوم على الوظائف الوظائف التشريعية والوظائف القضائية ووظيفة رئيس الجمهورية وهذه فلسفة سياسية هذا خيار سياسي موجود في تاريخ العلم السياسي وتاريخ الفلسفة السياسية ولا تناقذه المؤسسات التعديلية والمؤسسات المضادة لانه فلسفة مغايرة عندك سلطة وسلطة مضادة تقتضي مؤسسات تعديلية مؤسسات وسيطة اذا شئتي مؤسسات مستقلة عليا او غير عليا وعندك الوظائف الوظائف يرتبها القانون ويحدها القانون وتحدها الوظائف الاخرى وبالطبع الابواب والمواد التي تعبر عن ارادة الشعب وكيفية اعطائه الثقة وسحبه الثقة تؤيد فكرة انت تصبح السلطة وظائف في الدستور؟ لا انا هذه مش سلطة وظائف انا هذا الامر تبناه منذ عشرات سنين ومكتوب عندي مكتوب عندي اكثر من عشر سنين التالي انت تكون موجودة في الدستور يعني الحالي انت حكيت عليها ونظرت انا استاذ فلسفة في الاصل وانا مبرز في الفلسفة في الاصل وهذا ليس امرا جديدا هذه الفكرة اتبناها منذ سنوات طويلة يعني قبل الالفين وعشرة السلطات والوظاء فهي ولكن الان قد لا يكون الوقت مناسبا حسب رأيي لو تسمحين ان لا ندقق في هذا الموضوع ثم نعطيك اهم فكرة اهم فكرة عندي هو كنا احنا نفكر في مجلس اقتصادي واجتماعي ثم اصبح مجلس جهات واقليم والامر هنا يتعلق بمشاركة الناس في القرار يعني تنفيذا وتخطيطا مشاركة وإلى آخره هذا كان اقتصادي اجتماعي اصبح جهات واقليم ثم المجلس اعلى التربية صحيح ان رئيس الجمهوري اعلن عن هذه الفكرة منذ وقت طويل ولكن نحن نتبنى هذه الفكرة بنفس المقدار ثم الجوانب الاخرى هذا بالنسبة لي المجالس هذه مهمة جدا 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 ثم ترك عدد كبير من مجالات التشريع لصلاحيات البرلمان تقريبا 11 من الصياغة العامة لتقبيق الدستور وحتى الميزانية وبالطبع تتخلل ذلك كل الامكانيات لتغيير بعض الامور وتغيير حتى بعض المواد الدستورية بالاضافة او بغير ذلك ثم انا هوني انهي لاني لم اكن يعني اتوقع انو نتحدث على دستور اليوم خاطر خادم عليه خدمة كبيرة نقول لكم برا حتى قبلك اللجنة الاستشارية الاخرية الجانب الجانب اللي حبيت نسألك عليها السلاح اللي هو تساؤلات كبيرة ومربوطة لا دكر نجاوبك على حاجتين مدامني مذكرهم والباقي مهم جدا انو مخترحاتنا موجودة مرسلاتنا موجودة وحتى بالتدقيق بعض الامور التي اخذ بها موجودة عننا حاجتين مهمين انا من الناس اللي ندافع على نظام بسيط نظام انا نسميه رئاسي شعبي او اساسه شعبي والتندانس اتجاه متاعه رئاسي يوحد السلطة واي الاخره النظام هذا بسيط هو يجنب هاك الدمارات اللي ريناها في المنطقة نتاع عدة رؤوس وعدة صلات والتناحر واستعمال السلطة كتسلط وكما فاسد كبرى هو يكون الاساس احنا نحب السياسة تكون خدمة للناس وبالتالي النظام البسيط على اقل تلقى تكون تحاسب عندما يكون النظام مبنيا على هذه البساطة او فكرة ان يكون نظاما بسيطا بطبيعة الحال يكون نظاما منسجما والفكرة الرئيسية انا اقول لك التي بني عليها هذا الدستور هي فكرة تحقيق الاستقرار الامني الاقتصادي السياسي الاجتماعي فكرة الاستقرار تونس حتى الان تنشد الاستقرار عندما تكون بلادنا مستقرة وهنا تعالج بفلسفة واقعية وهذا موجودة زادة اصلا هي اصلا اتجاه كذلك مش بالفلسفة المثالية الشكلانية الليبرالية انتهى على سلطة منه وسلطة من غادي ونتناحر ونحيني ونحيك وطيحني ونطيحك احنا تقول بلادنا بلادنا بتحكم بسلطة واقعية ولا بسلطة مثالية لا بسلطة واقعية الموجودة اللي كان موجودة سمحني سيس لاحما وانتي خاطر كلمك رويية يصير مهم لا يسألك تلك الدرجة نعم مهم جدا كلمك ولكن انا قاعدا نحاول نقرب ونبسط اكثر احنا توا رأس السلطة في تونس اللي هو رئيس الجمهورية معناه سنسي مثلنا لننحنا السلطة الويقعية ولا السلطة المثالية شوف والله سؤالك جيد جدا لانو انا نناقش في عبارة نهارات مع برش الناس عندما يكون الهدف تعرف الدستير تبنى على فكرة كبرى فكرة كبرى كل الدستير تسأل في اي بلاد نعطيك مثلا الموجة متاع كتابة الدستير اللي بدأت من 2009 ل2015 موجودة في العالم اجمع من كوستاريكا الاسيا من امريكا الجنوبية الاسيا للمنطقة العربية بما فيها المغرب مثلا وغير وغير تلقى فكرة الاقتصاد الجديد الاقتصاد الذي يقوم على الادماج يقوم على التوازن يقوم على تنويع الانماط الاقتصادية وربطها ببعضها البعض قطاعيا وغير قطاعيا وإلى خير يعني هندسة حياة جديدة للناس هذه فكرة تقوم عليها الدستير انا اقول الجديدة وخاصة الحاجات المغافة لدستير قديمة في عدة بلدان درسناها يعني بالمقارنة بالنسبة لتونس المبدأ الذي يقوم عليه هذا الدستور هو الاستقرار نحن ادخلنا حالة استثناء بالمعنى القانوني وفترة استثنائية بالمعنى السياسي نحن وهل خرجنا منها الآن ما زلنا لم نخرج منها ما جاوبتنيش قاعد يجاوب فيك ما هو نشرح لك بشو نقولك شنو نقصد بواقعية دكور انا اراه انو احنا روح الدستور فهمناها انتي بالنسبة ليك هو دستور الاستقرار باي هذين نجمو نحسوها احنا في قلوبنا ماش قاعدين نعيشوا تاو قاعدين نعيشوا في رئيس دولة يتعاملوا معانا واقعيا ولا مثليا انا راني ما قلش تاو وقع الاستقرار قلت لك دستور استقرار وبعد شوية واختلي تبدأ بلادنا مرتاحة في وضع استقرار حتى الدستور نجمو نبدلوه بطريقة كيما يراه بعض الناس الشكلينيين خاطر الشكل يزمي يمش يراه مع الواقع انا ارا انو نحن تاو نتعاملوا مع الوضع بواقعية انا نعطيك مثال مثلا في الجانب الاقتصادي والمالي باش نعطيك انو نفسرك شنو نقصد انا بواقعية لكن لكن وهذا اللي قلت لك نناقش فيه انهارات مع برشة ناس اللي يتكلموا على الشعبوية مثلا انا قلت لك عندي شوية تخصص بكل تواضع الشعبوية هذه كلمة عائمة لا معنى لها وعندها الف يعني معنى في معنى رئيس الجمهورية انا اعيب عليه كثيرا انه مثالي كل القوانين التي اصدرها بما فيها بناء الدستور على فكر واقعي هي فاهمين المثالية الشيء الكثير الخطبات فاهمين المثالية الشيء الكثير اخر تمظهرات هذه المثالية هو القانون الانتخابي انت عندما لا تتحسب او تتوقع الصعوبات التي توجد في العقليات وتوجد في الممارسات وتوجد في المؤسسات التي تنتمي ليس بضرورة الى المنظومة التي ولدت بعد 25 جهر فهذه مثالية لا وقت لرئيس الجمهورية اخرجوا قال فما اختار تسربت له الدستور من نقد هذا الموقف قيل انه شكلاني وان الاصل ليس في الامور الشكلانية يمكن تصحيح الدستير بعد نشرها لا اخي نتكلمش على هذا لا انا نحكي لك نعطي فيك في المواقف الكل شنو المشكل بسي يصير نفس الشيء مع القانون الانتخابي ايه التبديل انتع القانون هذا لا لا قلت لك التصور عندما تبني تصورا قانونيا قد تتفوق فيه او قد تسود تخترق الجريمة قد تخترق القانون والقانون لا يتحسب ان يكون دائما القانون اعلى من المدركات الواقعية التي يمكن ان تعرقي له وعند ذلك الوقت لا بد من تغييره لكن عليك ان تتحسب لهذه الامور ايه وحبيت ان قلك انه لم يتحسب قبل ذلك عندما لم يتحسب لا انا عليش بشلوموه انه لم يتحسب انا منش قاعد اللوم راني لا انا قتلك اعيبه اعيبه رايهوني كلمة ودية اعيبه عزيزة علي هذا الذي اعيبه هو عدم استشراف النظرة الواقعية في الوقت المناسب أنت مثالي المثالية شيء جيد ولكن المثالية الجيدة أو أحيانا المبالغ فيها قد تعرق للواقع شوف سيسليحة هذا هو القصد أنا نحب زيادا فهم سمحني إصلاح الأخطاء في الدولة هذا شيء جيد أيضا ثمت مثالية والمثالية هذه أنك لم تدقق كثيرا في الأمور وكانت الأمور جيدة بالنسبة إليك ثم تسربت أخطاء أصلحتها هذا شيء جيد أنك أصلحتها نفس الشيء نفس الشيء إذا الجريمة مش تولي هي لتسود وتولي هي تتفوق علينا ونحن نقبلوها الأفضل أنه نحاصرها من تولي ولكن للأسف في الماضي لم تتم محاصرة الجريمة منذ البداية سيسليحة ديودي مع النجم نقولك هنا أنه بعض القانون الانتخابي يمكن أن يصدر نص آخر اللي هو يكون مهم جدا لتنظيم فترة مهمة وحيوية وحياتية في حياة التونس لتعود تصير فيها أغلاط وتقول لي أنت أعيب عليها لأنه لم يستبقى أنا لا يمكن أن أعيب على الأعزاء كل يوم نفس المعيب نتمنى أن تكون ثمة نوع من كيف أقول نوع من نوع من المنعرج الذي يحصل عند المشرع وكل أمور أفضل بلحق قديش إشرفني أن نكون قديم برك الله فيك العفو لطفا لطفا سيتم تغييره نعم فما الناس قاعدة تلم في التزكيهات فما بيد أخرين بتقول لي نستنى نعم نعم هل هذا يدخل في إطار المثالية شوف وإلا في إطار الواقعية نعم معني ذلي واضح شوف كيف نتعاطى مع هذا القانون الانتخابي كيفش نقرأه كيفش نتبعه كيفش نشوفه الناس دي بيش تترشح ونحن أمام القانون قد يتغير ولا نعرف ما الذي سيتغير فيه شوف فانت رأك كان معناها تتبنى فكرة أقرب ما يكون إلى أفضل المشرعين أو فقهاء القانون في العالم أو الفلاسفة أو الشعراء أو ما شأتي سيأتي جزء من قومنا ويقولون هذا تخلوذ وتفلسيف وكلام فارغ يعني الأمور لا تدرك هكذا أنا الأمور تدرك عندي أنا الأمور تدرك عندي بنجاعة القوانين وقدرتها أنها تصل إلى النتائج المرجوة منها لأن القانون في النهاية هو ينظم فوضى موجودة تم فوضى موجودة وكيف أن ننمس نجات القوانين سيسلة هي معادلة كيمة الموسيقى معادلة رياضية معناها إيكواسيون ماتيماتيك معناها فها استراتجام ولا استراتيجي تبني علىها حاجة تتناسب مع المتطلبات الواقعية التي أنت تنشد من خلال القانون أن تنتظم وأن تسود بين الناس وبطريقة تعمل حسب قيم معينة نافعة وناجعة وفيها خير وإلى آخره أنا قلت ثم جانب مثالي وثم جانب واقعي الجانب الواقعي أنا أنشده الجانب المثالي لابد من أن نصلحه للأسف الشديد الآن ثم كما كنت تتفضلين أناس مترددون أناس ينتظرون أناس آخرون فهموا الأمور أنا هنا أريد أن أضع فرضية فرضية فقط فرضية للنقاش أعتبر أنه ثم شخص آخر جانبي وينقش فيه فرضية ثانية قد يكون ذلك ذكاء وقد يكون حسن نية إذا كان حسن نية فسيحسب بمعنى غير فلسفي على المثالية عن حسن نية عمل القانون يحب قانون باهي يا خيطانة تائج سلبية وقد يكون ذكاء ما معناها ذكاء أنا أنتظر لأخر لحظة خنشوف تره جدية الذين يريدون أن يكونوا مشرعين في يوم الماء ربما ربما وربما فرضية ثالثة تكون ثم صعوبات حتى هذه اللحظة في كيفية إخراج هذا الإصلاح لهذا المرسوم بطريقة تتناسب مع الانتماء الانتماء الفكري لهذا الرجل الذي هو أستاذ في نهاية المطاف لمدرسة من مدارس القانون قد يكون لديه صعوبات الآن وهذا المقاض سيصليح لتحكينا هذا تبع رئيس الدولة لعملنا في القوانين هو نجم يكون عايش الحالات ذوما الكل لا قلت فرضيات نجم يكون فرضيات هذه الكلها ذكاة وحسنية وهو حالة أنا الآن عندما أتناقش معك في أي فكرة سأضع مجموعة من الفرضيات أيو أنا زد نجيبك عن الفرضيات بطبيعة الحال أنا قلتش هذو ما أنا نتبنام قلت ثم فرضيات قد يكون حسنية قد يكون ذكاء بانتظار وضع ما قد تكون صعوبة ناتجة عن علاقته بنفسه وعلاقته بالهيئة وعلاقته بالرأي العام فيما يتعلق بالقانون هذا طبيعي لكن ما هو غير طبيعي أنه الشيء هذا نسمعوه ونتابعوه باللحظة قبل ما كناش متعودين بهذا ما نعرفوش نسمعوه نشوفه بعض الصعوبات نشوفه بعض النقاشات في القوانين نشوفه الاتجاهات نشوفه إلى أين وصلت الأمور إلى آخره ولكن ما كناش بجدية نشاركو في حتى نقد القرار على مستوى شعبي واسع وعلى مستوى إعلامي واسع وحنا نسكني جاوبنا على الفرضية يقولنا مثلا هذه مشكلة أخرى يا أنتوما يا مواطن يا محترم رو فعمل حاجة اسمها دين لعين في العالم رو مثلا نهارين أخرين نقولوا لكم أنا معاك في هذا عام شو بقولك مش نهارين أخرين قد نبالغي مثلا حتى إن شاء الله شهري أنا معاك في حاجة مهمة جدا أنا حتى هذه اللحظة متمسك بمبدأ بمبدأ أنه يتتم إحاطة الرأي العام عن طريق المؤسسات الإعلامية مهما كانت نتجاهات هذا أمر لا يعنيني بسير هذه العملية بطريقة التعاطي مع الناس وهذا يفترض يفترض أن يكون ثم متحدث أعلامي باسم رئاسة الجمهورية ويفترض أن يكون ثم إدارة ديوان أو مدير ديوان ويفترض أن يكون ثم تعاطي مع الأعلام دوري أو غير دوري بأي صيغة أو بأي صيغة نعرف 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 مثلاً لكن هذا فرضية غير واقعية يعني إذا كنت أنت رئيس مش بالضرورة تقول لزيرة والنهار الفلاني والنهار الفلتاني لكن نحكيك على ما هو أوسع إذا كان نحل المشكل في الجانب الواسع في التعاطي مع الرأي العام ومع الأعلام بالطبع التفاصيل تولي بسيطة ونقوله أصلاً مرتاحين نقول أنه في مثلاً الثلاثاء الخميس مثلاً أيام جرت العادة أن يكون فيها رايد رسمي نقوله مثلاً سيكون في ذلك اليوم مثلاً على سبيل المثال عندما ننظم الواسع ننظم الضيق أنا في رأي هذا هو آخر سؤال ولكن جاوبني عليه في هذه الكل في خضم كل ما تحدثنا عنه الآن نعم هل ستترشح للانتخابات التشريعية؟ لن أترشح لا للانتخابات التشريعية ولن أعرض نفسي على خطط أخرى إدارية أو وظيفية أو حكومية ولن أقبل إذا عرضت ولا أظن أنها ستعرض لأنه معروف أنه طبيعة تفكيري وطبيعة نشاطي ليس من النوع الذي يكون في مؤسسات رسمية أنا حياتي كاملة ولا حتى رئاسة ولا كذا ممكن استشارة في إطار غير رسمي في إطار غير رسمي ممكن ممكن وأتشرف بي أنا أقوم بذلك بطبع ديما نعطي أفكار وإلى آخره ولكن أنا تعودت من حياتي لعدة أسباب أن أكون في نوع من العمل السفلي من تحت أدفع مع هذا وهذا 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 من تحت حتى تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وعندي فهرة وأسباب نفسية وأسباب عاطفية وتصور سياسي وتصور أخلاقي ومش بالضرورة نجب أن تكلموا فيها لاحقا نعم ترجع بحدنا ونتحطوا فيه لأنه هذا ما يميز هذا ما يميز بالنسبة كبيرة جدا أصحاب المشروع حابينا نستفيدوا من فكرك سيسلاح وترجع بحدنا ونحكيوها على المبادرة وأفكارها وليبيها بش نفهمه علش أنت تخير أنك دي ما تساهم بالفكر كما قلت لك برشا من الناس اللي ينتميوا لمشروع قيس سعيد يقول لك نحن نخدمه على مشروع نعم ما نش نخدمه على عمل طوائني وحيني صحيح؟ شكرا لك فيه مراحل نعم مرحبا أهلا وسهلا شكرا لك شكرا لك